السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين من كل مكان وزمان نرحب بكم في قناتنا المتواضع ونري من الله عز وجل أن تنال على إعجابكم ولكن عزيز المشاهد قبل أن نبدأ ويبع علينا التنبيه إلى بعض النقض المهمة التي يجب أن تراعي أثناء مشاهدتك لقناتنا التنبيه الأول أخي الكريم لا تليك المشاهدة عن ذكر الله عز وجل فما بالك من أداء الصلاة فلا تؤخرها عن ميقاتها التنبيه الثاني عزيز المشاهد إنما تشاهده من محتوى من هو أو منجة أو حتى إنيمي ما هو إلا من خيال مؤلف لا يمثل الواقع بالصلة وخاصة الأمور العفائدية هؤلاء الغرب لا يعظمون دينهم كما نفعل نحن فانتبه أن يتشرب قلبك من هذه المعتقدات فكن زكيا التنبيه الثالث أخي الفاضل نحن نبذل مجهود ضخم خلف الشاشة التي تشاهدنا من خلالها حتى يصل إليك المحتوى بهذا الشكل لذلك لا تبخل علينا بعمل اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو وأيضا مشاركتنا رأيك في التعليقات فهذا يومنا للتقدم للأمام إن شاء الله وآخر شيء حتى لا أضيل عليكم أكثر من هذا لا تنسى ذكر الله عز وجل وأن تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ويلا بينا وبينتقل بين المشهد إلى أحد الحانات وبنسمع صوت شخص ما بيقول أرجوك فلتقلل من شربك قليلا هذا كثير جدا يا أخي فبيرد عليه كلا أنا سأنهي الزجاجة فبيقول له الوقت متأخر بالفعل أنهيها بسرعة وغادر وبنعرف إنه اللي بيتكلم هو السيد الشاب السالس للأرشيف السماول الكبير بيوم بومون وبيرد عليه أخو بيقول له أهذا بسبب وحدتك توقف عن إفساد متعتي واستمر بسكب المزيد لي فقط وبنعرف إنه اللي بيتكلم هو السيد الشاب السالس للأرشيف السماول وبيكمل وبيقول لكن بيومونغ ينتبني الفضول بشأن شيء ما فبيرد عليه ما هو فبيقول له يبدو أنك مشغول بعض الشيء فأنت تزعب لمكان ما كل صباح فبيستغرب جدا بيومونغ بالصدم وبيقول له معزغة فبيضحك عليه أخوه بيقول له لا تضيع وقتك أتعتقد حقا أن هذا اللعين فقد زاكرته أتعتقد حقا أنه يتمر ليصبح زوجسد صحي هل نسيت يا فتى تلك الضحكة بالفعل كل هذا بلا معنى هو سيضعنك في ظهرك في النهاية فبيصرخ عليه بيومونغ وبيقول له لكن أعتقد أن هناك أمل هذه المرة حتى جدي قال أن الأمر مختلف هذه المرة بحق والدنا فبيضحك عليه الأخي الثاني وبيقول له أعتقد أنك كنت تزوره لتحييه وتتملقه أليس كذلك؟ فبيرد عليه الأمر ليس هكذا أنا فقط أريد أن يتحسن وضعه للأفضل فبيقوله الأخي الثاني بيومونغ استمع لي جيدا لقد مرت فترة منذ أن تحول لشيطان إنها حقيقة أن تتغير حتى لو انطبقت السماء على الأرض لا تنسى أننا كدنا نفقد جدنا لن يشعر أحد بالسلام إلا بموته وحرفيا بيومونغ بيكون حزين جدا من كلام أخيه لكن أخيه بيقول له لا تحسن هكذا ما دام الوضع أصبح أكثر كآبة هيا بنافى النزه وفجأة بيمسك فيه بيومونغ بيصرخ عليه بيقول له يون أرجوك فقط تكلم مع أخينا الكبير بدلا من التصرف هكذا لا قد تغير عما كان عليه حتى أنني شعرت بالسعادة عندما كنت بجانبي وحرفيا يون بيبدأت عصب جدا وبيصرخ فيه بيقول له اخرص فلتتوقف عن الكلام أشعرت بالسعادة حقا ماذا قلت أخينا الكبير فعلا بيتعصب عليه جامد وبيرمي تضاوله وبيكسر المكان حرفيا وبيمسك فيه وبيقول له لقد أخبرتك بالفاعل سأخطلك بنفسي إن ديته بهذا لم أفعل ذلك وحرفيا بينظر إليه جميع الحاضرين باستغراب وفجأة أحد ما بيدخل وبيقول له معلن سيد الشاب فبيرد على بيون ما الخط وبينشوف أن هذا الشخص ضخم جدا وقوي وبيقول له ينبغي أن تشرب بهدوء وبيهجم عليه وبيقول له بدلا من صنع المشاجره وفعلا بينشوف هذا الشخص هو هاجم على بيون لكن حرفين اختفى من أمامه وفي أقل من لحظة بيظهر من خلف بيمونغ وبيقول له هل اعتقدت حقا أنني لن أستطيع مراوغة ضربتك فقط لأنني في وضع سب وبيهجم عليه حرفيا بهاجم مدمرة وبيقول له لا تتدخل بمحادثتنا وابتعد وحرفيا بيقع هذا الشخص مخشيا عليه في الأرض جراء هجمة بيونك القوية وبينشوف بيونه وبيضحك جدا وبيقول له والآن كيف تجرأت على دخول معركة وأنت بهذا الضع لكن فجأة بيقضع بيمونغ وبيقول له إلى كم تخطط الهروب بعيدا فبيستغرب جدا بيونه وبيقول له ماذا فبينظر إلى بيمونغ وبيقول له أنت خائف من أخينا الكبير أليس كذلك أرجوك توقف عن التصرف بصرامة أعلم أنك خائف منه وأنك لست شجيعا كفاية لتتقرب منه فبيتعصر جدا بيونغ عليه وبيمسكه بكون خلاص حيضربه وبيقول له أيها الواغ أنت تقول أنني خائف منه مجرد لقيط مثله لكن بيتركه بيونه وبيقول له هذا ليس مضحكا وبيسيبه وبيمشه حرفيا بتكون علامات الغضب ظاهرة على وجهه وبيقول حسنا سأريك ما الذي سأصنعه به سوف أمزق هذا القناع الذي يختبئ خلفه وسوف أظهر للجميع هذا الشيطان على حقيقته وبينتقل بين المشهد إلى هو بينشوفه وبيتدرب وحرفين بتكون الخادمة بتشجعه بقوة وإنه فعلا بدأ يتحسن وبدأ يزداد في تدريباته قوة وهو أثناء تدريبه الصارم بيقول في نفسه إنه عالم مختلف الآن مقارنة بالأوقات التي كنت أعاني فيها من صعوبة في المشي فقط الآن لم يعد لدي مشكلة في الحركة لكن لا يزال أمامي طريقا طويل لأخضعه وفجأة بنشوف الخادمة وهي بتقضع تفكيره وبتقول له دعنا نحاول أن نزعب أعلى من ذلك يا سيدي وفعلا بتكون في إدعاء عصى خشبية وبتبدأ تمرن السيد الشاب هو لكن حرفيا هو بيكون مصدون جدا من تدريباتها القاسة وبتكون الخادمة سعيدة جدا بهذا العمل لكن هو حرفيا بيكون قد تخطى جميع حدود جسده وبيقول لها سيكون صعبا جدا بعد ذلك فلتتوقفي فبينشوف الخادمة وهي متأسرة جدا وبتقول سيدي هل أنت قلق بشأني؟ أنا متأسرة جدا لكن لا تخلق علي أنا بالفعل أستمتع بذلك كثيرا لدرجة أنه يمكن القيام بذلك أولا لي وبينشوفه وحرفيا مصدوم من كلامه وبيقول في نفسه أنا لا أتحدث عنك إنني متعب للغاية لدرجة أنني على وشك الموت وفعلا بينه التدريب الأول معاه وحرفيا بيكون ملقى على الأرض من شدة الدعب وبتنظر إليه باستغراب لكن هو بيحاول الوقوف مرة أخرى وبيقول لكن لا يمكنني التوقف هنا فبتستغرب جدا الخادمة وبتقول له حسنا أتريد أن تفعل الوقوف على اليدين سأساعدك بإمساك ساقي وفعلا بيتشوفها وهي بتساعد أثناء تدريبه لكن فجأة هو بيأخذ باله من أمره وبيقول لها صنغ بواء فبترد عليه نعم سيدي هل تريد أن ترتاح قليلا فبيقول لها أليس ذلك شخص ما يخترب علينا دعيني أنزل قليلا وفعلا بينشوف شخص ما قد دخل عليهم وهو بيون الابن الثاني للعائلة وبيكون سعيد جدا وبيقول له ما هذا الجنون الذي أراه أنتم تقومون بأمور غريبة في منتصف الليل فبنشوفه وبينظر إليه وبيقول في نفسه يجب أن يكون أخي يون من غيره يمكن أن يفلت من التخلص من السيد الشاب الأول الأرشي في السماو الكبير وبنشوفه يونه وبيقول لعين مجنون أنت حتى تفعل الوقوف على اليدين الآن فبنشوفه حرفيا منزعج من كلامه وبيقول في نفسه إنه لأمر عظيم بأن يكون هنا لقد أزعجتني وقحته لفترة من الوقت الآن ربما سأعلمه درسا وبينشوف الخادمة ما بتتقرب علىه بتهمسله وبيقول له هل تتذكره إنه السيد الشاب الثاني للأرشي في السماو الكبير وفجأة بينشوفه وبيصرخ بشدة وبيقول ماذا؟ إنه أخي إذن لماذا يتصرف مثل بعض السكارة غير المتعلمين من خلال لعني وحرفيا بيكون منزعج جدا من الكلام ده وبيقول سكير هل دعوا تاني للتو سكيرا؟ فبينشوفه ومزعج جدا بيقول له شاهد كيف تتصرف كيف لا تكون واحدا منهم وأنت تتصرف هكذا كنت أعلم أن شرب الخمر كان اتجاها في هذه الأيام لكنني لم أعتقد أن أخي سيكون كذلك كم هذا مسير للشفقة فبينشوفه وبيضحك عليه جامده وبيقول له ها لست أنت المسير للشفقة هنا حاولت أن تموت مرت عديدة لدرجة أنك ربما أصبحت صديقا لحاصد الأرواح ولكن سمعت أنك فعلت شيئا غريبا هذه المرة وبيشير إلي بيقول ربما تحاول جاهدا لكن لا تضيع وقتك وتوقف عن التصرف وكأنك فقدت ذكرياتك أعلم أن هذا مجرد محاولة بطريقة مختلفة للموت ولكن هل تعرف ما يريده الجميع فقط فلتمت سريعا بنفسك وبهدوء حرفيا هو بيكون مستاء جدا من كلام اخيه وفجأة بيضحك بيقول له يبدو انك لم تسمع عني بعد وبينشوف سنغوه وهي مصدومة جدا بكلامه وبيتقول له انه يحاول ان يقول ذلك الوراء مرة اسرة فبينظر له وبيقول لها سنغوه اذهبي واضري لي عصا فبتستغرب جدا بيقول له ماذا فبينظر الى وبيقول لها الان فبيقول له نعم يا سيدي وفعلا بتجيب لي عصا وبيقول حسنا يجب ان يكون هذا جيدا بما يكفي وبيقول في نفسه قد تكون هذه مجرد عصا خشبية لكن في يد اقوى رجل في العالم انه مثل السيف الحرفي عصا حديدية والان بعد ان اكدت انني قادر على استخدام تقنياتي وحركات قدمي كنتيجة لكل تدريبي البدني ان التغلب على مجرد مغفل هو انجاز سهل بالنسبة لي وبينشوف بيوه هو حرفيا مصدوم جدا بيقول له انت مجنون هل تريد ان تضربني بهذا الشيء بنشوفه وبيضحك جدا وبيشور له وبيقول له كنتم جميعا مستائين الان اليس كذلك اسمح لي ان اقدم لكم استدعاء ايقاظ اليوم شخصيا وفعلا بنشوفهم هما الاثنين هما بينظروا الى بعض نظرات حد جدا ويسود الصمد المكان وفجأة بتصرخ الخادم علىه بيقوله سيدي انت متهور جدا السيد الشاب الثاني تعلم ايضا الفنون القتالية فبيرد علىه تراجع للخلف فقط وسكتي وفجأة بينظر الى الغابة وبيصرخ وبيقول الحراس الاربع المختبئون الان استمعوا بعناية اليه لا يجرؤ احد منكم على انخراط في هذه المعركة مهما حصل لن اسامحكم اذا شاركتم رغم انكم هنا لحمايتي فايما ما يحدث فقط ابقوا في مكانكم وبينشوف بيونو حرفيا مستاء جدا لكن على وجهه ابتسام شيطاني وبيقول انظروا الى هذا التمثيل المغفل حسنا اذا اذا استطعت ان تضربني حتى بضربة واحدة بتلك العصة فسادعوك باخل اكبر ولكن وفي اجل من لحظة بيوجم على هو بسرعة خاطفة وبيصرخ بيقول من الافضل ان تكون مستعدا لافساد وجهك جيدا وفعلا بينشوفه ويتخذ وضعية القتال الخاص به ويرفع العصة الخاص به الى الاعلى وبيوجم على بيونو هجمة سريعة جدا لكن بيونو بيتفديها في لحظة وبيقول في نفسه ساكون قادرا على تفادي وجوم بسيط مثل هذا لكن فجأة بيقدر يغير هو مسار الهجم الخاص به وبيقدر يصيب بيونو اصابة مباشرة في زراعه وحرفيا بيونو بيكون مصدوم جدا وبيلقى بعيدا من شدة ضربته وحرفيا بتكسر هذه العصة الخشبية من قوتهو وبينشوف بيونو مصدوم جدا وبيقول في نفسه ما الذي حدث كيف فعل هذا؟ هل كانت تلك صدفة؟ وبينشوفه ووقف امامه بكل فخر وبيضحك وبيقول إذن هل أنت رازين قليلا الآن؟ نادني يا أخي الأكبر إذن وبينشوف بيونو وبيضحك وبيقوله بالتأكيد سأدعوك بذلك يا أخي الأكبر اللعين هل انتهينا؟ ليس من الصعب دعوتك بذلك لأنه ليس خطأ في النهاية وفجأة بيصرخ فيه بيقوله لكني أفضل الموت على معاملتك كأخي الأكبر وحرفيا بيكون مصدوم جدا منه بيقوله هل ما زلت غير مستيقز؟ لا خيار أمامي إذن سأحتاج إلى ضربك أكثر وفعلا في أقل من لحظة بيعجم عليه هجمات كثيرة جدا وحرفيا بيكون في موقف لا يحسد عليه وهو لا يستطيع حتى صد هجمة واحدة من هجماته وبيكون مسعوق وبيقول في نفسه لا شيء ما غريب هنا بالصدفة ضرباني بالصدفة حقا؟ تلك الضربة الأولى والضربات الحالية كلها صدفة؟ وبينشوف أن الأخ الثالث حاضر ويرى ما يحدث وحرفيا بيكون مستأة جدا وبيقول الأخ الأكبر ليس هناك حاجة للذهاب إلى هذا البعض وبينشوف بيو حرفيا وهو يلقى بعيدا من هجماته القوية وبيقول في نفسه لكن كيف لا تكون صدفة؟ هذا الرجل لم يكن مختلفا عن جثة منذ وقت ليس ببعيد هل كان قادرا على أن يصبح أقوى بكثير في مثل هذا الوقت القصير؟ وبيذكر كلمات الأخ الثالث حينما قال له هو حقا مختلف عن الماضي لقد تمكنت حتى من الشعور بالسعادة عندما كنت معهم مؤخرا وبينشوف بيونه متعصب جدا وبيقول لا تكون سخيفا لا توجد طريقة للتغير وبيقول في نفسه سيكشف عن ألوانه الحقيقية مرة أخرى في نهاية المضاف لن أخدع منه مرة ثانية وفجأة بيون بيبدأ يخرج الهالة الخاصة به وبيتعصب جدا وبيقول لن أسق بك أبدا أيها الشيطان وفعلا بيوجم عليه في أقل من اللحظة عجمة خاصة بيستخدم في علالة خاصة به وبيصرخ عليه وبيقول سوف أتأكد من أنك ستبقى ميتا إلى الأبد وفعلا تكاد الهجمة أن تصل إله بشكل مباشر لكن فجأة بيبتسم جدا وبينظر إليه وحرفيا بيكون مسعوق من اللي شايفه في أقل من اللحظة بيتفاده الهجمة في أقل من رمش تعين وبيقف خلفه وبيقول حسنا تركتني بلا خيار إذن وبينشوفه وبيضحك بشدة وحرفيا بيكون مسعوق وبيقول له إذا كنت حقا لا تستطيع العودة إلى حواسك ووعيك إذن سأضر إلى إيقاظك بطريقة أخرى وحرفيا بيكون مسعوق جدا من الكلام ده وبيقول في نفسه بطريقة أخرى من الذي يحاول هذا اللعين المجنون فعلا من الذي يقصده بحق السماء وحرفيا بيصيبه بلعصه في نقطة ضعف صعبة جدا وحرفيا بيكون بيصرخ من شدة الألم وبيسقط على الأرض من قوة ضربته وفجأة بنشوف إنه الأخ السلس بيصرخ عليه وبيجرع عليه وبيقول له يا أخي هل أنت بخير فبيشير ليه وبالعصه وبيضحك وبيقول له تنحى جانبا بيومانه فلم أنتهي منه بعد وحرفيا تسقط هزي الكلمات على بيوم كالصاعقة بيكون مسلوم جدا وبيقول في نفسه ماذا هذا الوعد المجنون من الذي يريد فعلا وحرفيا هو بينهال عليه بالضربات من جميع الجهات وبيكون بيوم في وضع يرسى له وبيكون مسلوم جدا وبيقول في نفسه اللعنة لم أستطع حتى أن أطلب منه التوقف لأنه كان يصرخ كيف يمكننا الخروج من هذا الوضع كيف وفجأة بتدخل الخادمة وبتمسكه وبيقول له سيدي بهذا المعدل سيموت حقا من فضلك توقف إنه غير قادر على الحركة بسبب الصدبة التي تلقى للتوق وحرفيا هو بيكون متعصب عليه جدا وبيقول له دعيني أذهب سأرطل هذا الشقي الواقح اليوم حتى يتعلم الأدب وفجأة بنشوف بيوم هو جلس أمامه بيصرخ بيقول الأخ الأكبر وبيقول في نفسه أحتاج إلى اغتنام هذه الفرصة بينما توقفه وسنغواء فليزعب الكبرياء إلى الجحيم سأموت حقا بهذا المعدل وفجأة بيركع أمامه بيقول له أخ الأكبر أرجوك سامحني أنا مخطئ بالفعل وبيقول في نفسه اللعنة لا أصدق أنني أدعو الأخ الأكبر للبقاء على قيد الحياة وفجأة بيصرخ فيه وبيقول له من الذي كنت تفكر فيه بحق الجحيم كيف تجرؤ على أن تكون وقحا جدا على الرغم من معرفة من أنا فبنشوف بيوم هو مصدوم جدا من كلامه وبيقول له ماذا وبيقول في نفسه هانغ يتصرف بغرابة يقول أنه أقوى رجل في العالم يبدو أن الأمر كما لو أنه فقد عقله وبيتذكر جده وبيقول له لا تكون قاسيا معه كثيرا وعمله بلطف هل هذا مفهوم؟ وفجأة بيصرخ بيون وبيقول له نعم أعرف من أنت أنت أقوى رجل في العالم وحرفيا هو بيكون مصدوم جدا من كلامه حتى جميع الحاضرين بيكونوا مصدومين من هذا الكلام وفجأة بيبدأه بالضحك الشديد وبيقول له يجب أن تكون قد فقدت حقلك سأضربك لترجع إلى رشدك فبينصدم بيون حرفيا من الكلام ده وبيقول ماذا؟ فبيرد عليه سأضربك أربع مرات فقط فبيقول له بيون رجاء أن انتظر لحظة فبيقول له وهو بيستعد إلى ضربه كيف تجرؤ على مقابعة حديثي يبدو أنك لم تستعد عقلك بعد أعتقد أن ما أقوله يبدو كأنه مزحى لكنك ستحصل على أربع ضربات مني بالفعل لذلك أستعد وفعلا بينشوف بيون وبينطاع إلى أوامره وبيقول له حسنا وفجأة بيقول له كم عدد الضربات؟ فبيرد على بيون سأقبل بخمس ضربات يا أخي الكبير وبينشوف هو بيتحق جدا وبيقول له دعنا نعطيك سبع ضربات تذكرها من قلبك وأنت تتلقى الضربات وحرفيا بيون بيكون مسعوق جدا وبيقول في نفسه لماذا كل نفت نفسك عناء سؤالي إذن؟ وفعلا هو بيبدأ بضربه وحرفيا بيون يكاد أن يغشى عليه من شدة هذه الضربات وبينتقل بين المشهد إلى الغرفة الخاصة بيون وبينشوف هو ملقى على السرير الخاص بيو بيستريع من الضرب الذي أخذه من أخيه الكبير وبيقول إن جسدي كله يؤلمني من شدة الضرب وبيكون منزعج جدا وبيقول كيف يمكن أن يضرب الإنسان مثل الكلب هكذا ولكن فعلا بيتذكر الموقف الذي رقع فيه أمام أخيه الكبير وتوسله وبيقول في نفسه حتى لو كان ذلك من أجل البقاء على قيد الحياة بدأت أدعوه الأخ الأكبر مرة أخرى ولكن كم سنة مرت منذ أن أقسمت أنني لن أدعوه بالأخ الأكبر مرة أخرى وبيتذكر الماضي الخاص بيه وبيقول في نفسه أعتدت أن أدعوه بذلك أثناء التباع عندما كان صغيرا في ذلك الوقت اشتهر بكونه عقريا وكان شخصا أحترمه لفترة طويلة بعد كل شيء لذلك عندما أحدثت العائلة فوضى بسببه شعرت بطبيعة الحال بخيبة أمل وغضب أكثر من أي شخص آخر أعتقدت أنه سيعود إلى رشده وانتظرته لكن في النهاية توقفت عن الاعتقاد بأنني سأتغير بعد أن شعرت بخيبة أمل متكررة وحرفيا بيقول بيكون مستاء جدا وبيقول في نفسه الاعتقاد بأنني سأتعرض للضرب من قبل الشخص الذي كنت أعتبره أخي لا يبدو هكذا أبدا بل بالعكس وكان على مستوى حيث أنا شخص تعلم فنون الدفاع عن النفس لم أصطبع حتى المراوغة هل بالفعل تعلم فنون الدفاع عن النفس ووصل إلى هذا المستوى العالي في مثل هذا الوقت القصير هو بالفعل قد يكون عقريا ولكن وفجأة بيدخل عليه الأخ الثالث بضبع تفكيره بيقوله يا أخي فبيلظر إلى بيوم باستغراء وبيقوله أدخل وحرفيا بينشوف أن الأخ الثالث منهار بالبكاء وبيصرخ وبيقوله أخي أرجوك سامحني كنت أحمق جدا وغير قادر على فهم مدى مراعاتك وحرفيا بينشوف بيونه ومصدوم جدا وبيقوله عماذا تتحدث بالزبط فبينشوف الأخ الثالث وبيكامل وبيقول لقد أصبحت أراك بشكل مختلف الآن تركته يضربك مثل الأطفال لزيادة شجاعة الأخ الأكبر أليس كذلك وسمحت له بضربك مرات عديدة أيضا حرفيا بيوم بيكون مصدوم جدا من كلام وبيقول في نفسه أنت مخطئ للغاية لكن الأخ الثالث بيكمل وبيقول لقد سمحت له أن يضربك في نفس المكان مرارا وتكرارا هذا ليس كل شيء وحرفيا بيوم بيكون مصدوم جدا منه بيقوله انتظر دقيقة وفجأة بيتعصب عليه وبيقول لك عماذا تتحدث تركته ويضربني هل أكذا رأيته فبيرد عليه نعم بطنبع أليس هذا ما حدث وحرفيا بيوم بيكون مصعوق جدا وبيقول في نفسه مستحيل هل بدت تقلباته وكأنها مراء للآخرين هل تعمد فعل ذلك وبنشوف الأخ الثالث هو بيقوله الأهم من ذلك هل أنت بخير انفجر الدموعي عن طريق الخطأ عندما رأيتك تتعرض للضرب لكن حرفين بيوم بيكون مصعوق بيقول في نفسه إن مستواه في بعض آخر تماما هل هذا حقا ما يشبه عقرية الأرشي في السماء والعصيب لكن الأخ الثالث بيقاطع وبيقول هل كنت تأمل أن تفقد الوعي بينما يضربك وفعلا بيسيبه وبيمشي بيقول بصفتي أخيك لا يمكن أن يجلو الساكنا بعد رؤيات ما مررت به فبيستغف جدا بيوم بيقوله ماذا فبينظر إليه الأخ الثالث بكل غضب بيقوله سوف أنتقم لك يا أخي من فضلك سق بي فبيردع لبيون من الذي تحول فعله أيها المغفل وبيمر الوقت وبيخرج الصباح وبينتقل بين المشهد إلى هو أثناء تدريباته الخاصة وفجأة بتقول الخادمة سيدي الليلة الماضية كانت مزهلة حقا لقد تعرض بيون للضرب المبرح في البداية كنت قلق عليك ولكن بعد ذلك كنت قلق بشأن السيد الساني كثيرا فبينشوفه وحرفين مستغربوا بيقول في نفسه لا كانت هناك مشكلة في تلك الضربات الليلة الماضية على الرغم من أن قدرتي على التحمل زادت قليلا إلا أنني لم أتمكن من القيام بتلك الضربات بشكل صحيح لا أصدق أن الأمر استغرق مني وقتا طويلا لضرب ذلك السمن في النهاية جسدي غير قادر على المزامنة الكاملة مع جسدي بيوم هانغ هذا يعني أنني لم أكن قادرا على مزامنة روحي وضاقتي وعقلي مع هذا الجسد ففي حالة الروح والطاقة تمكنت من تحسينها بجهد الخاص ولكن المشكلة الحقيقية ستكون في العقل الروحي بيوم هانغ لا توجد طريقة لمعرفة ذكريات هذا الفتى ولكن على الرغم من أنه سيكون من الرائع أن أعرف ذكريات وفجأة بتقطع الخادمة وبتقول بخلاف ذلك لن يأتي السيد الشامبي السالس ليقول مرحبا اليوم ليس كذلك؟ بما أن أفاك الثاني تعرض للضرب المبرح من قبله فبيقول له سيكون هنا قريبا أنا متأكد من أنه سعيد أيضا بما حدث بالأمس فبتستغرب جدا الخادمة وبتقوله ماذا؟ فبيقول له يتمتع بيومونغ بتمييز جيد ووطيف المتعلم لم أرى أبدا أي شخص من بين العديد من الأشخاص الذين قابلتهم بعيون واضحة مثل عينيه فبتستغرب جدا الخادمة وبتقوله منذ متى كنت تقابل الكثير من الناس عندما كنت بالكاد تهاضر المنزل وحرفيا هو بيكون مظلوم جدا من كلامها وبيقول لها حسنا رأيتهم في الكتب فبتضحك الخادمة على كلامه وبقوله كيف يمكنك معرفة أشياء كهذه من الكتب أيها السيد الشاب أنت مضحك حقا وفجأة بيدخل عليه من الأخ الثالث وبينظروا إليه هم الاتنين بتعجب وبيقوله بيومونغ أنت هنا بالفعل وفجأة بيصرخ عليه بيومونغ وبيقوله أيها النازل سوف أنتقم منك وحرفيا هو بيكون مصدوم جدا وبيقول في نفسه لماذا يتصرف بيومونغ الذي يتمتع بفطنة كبيرة وأخلاق جيدة هكذا لكن بيشوف بيومونغ هو بيجرب عليه وبيصرخ وبيقول يا هانغ كيف يمكن لأخ أكبر مثلك أن يفعل ذلك سمح لك الأخ الثاني بضربه عن قصر لكن كيف يمكنك ضربه بتلك الطريقة وحرفيا هو بيكون مصدوم جدا وبيقوله إيه دا قليلا يا بيومونغ لكن بيومونغ حرفيا بيتعصب عليه وبيقوله لا يمكنني القيام بذلك سأريك ما سيحدث لك إذا تصرفته بتغور وحرفيا بيشوف بيومونغ هو بيضلع نينشاكو الخاص بيه وبيبدأ يستعرض أحد تقنياته وبيقول سأنتقم منك لما فعلته بالأخ الثاني وحرفيا بيشوفه والخادمة الخاص بيهما تم مصدوم جدا من اللي شايفينه وهو بيقول في نفسه النينشاكو إنها المرة الأولى التي أرى فيها شخصا يلوح بيها كذا لم أكن أتوقع أن يتم تدريبي بيومونغ على ذلك تتجرب منه الخادمة وبيقول له سيدي ماذا ستفعل بالسيد الشاب السالس الذي يتصرف بهذه الطريقة الوقحة لكن فجأة بيظهر بيون من خلفه وحرفيا بيقوم بضربه بيقول له أنت أحمق من الذي يستعمل النينشاكو في الوقت الحاضر لقد أخبرتك من قبل أن كل من استعمل النينشاكو في جيانغ هو قتل بالسير وحرفيا بيشوف الخادمة المصدومة جدا وبيقول حتى السيد الشاب الثاني هنا لا تخبرني أنهم سيتحلفون مع السيد الشاب الأول لكن فجأة بيفجئهم بيون حرفيا وبينحاني أمام هو بيقول أيها الأخ الأكبر لقد جئت لتحياتك هل نمت جيدا وحرفيا بيكون الجميع مصدوم من الذي حدث حتى هو نفسه بيكون مصدوم جدا من رد الفعل هذا والهن عزيزي المشاهد بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم أتمنى أن تكون نالت على إعجابكم وما تنسوش تنتظروا الحلقة القادمة إن شاء الله وأن تشاهدوا الحلقات السابقة لنا وما تنساش ذكر الله عز وجل وتصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشاركنا برأيك في التعليقات وعمل لايك للفيديو ولا تنسو أننا نقوم بأقصى ما في وسعنا لنقدم لك المحتوى بأفضل طريقة ممكنة وأن تسامحنا من أي خطأ أو تقصير قد بدر منا وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته